السلام عليكم ازايكم؟ بحب جدا انا اجيب لك كواليس اجيب لك اخبار ما بتسمعهاش في وكالات الانباء وحتسمعها بعد كده ايه خب بالك لما الصحف الامريكية بتكشف عن حاجات نشارات الاخبار ووكالات الانباء بيبقوا مكبرين هم يكشفوه بعد وقت لما يطلع في الاعلام ايه اللي بيحصل بالزبط؟ كلام كتير قوي ايران هترد وانا مش هترد وحترد ازاي؟ ده احنا اتكلمنا فيه كتير بس النهاردة فيه وجهة نظر مختلفة ليه وجهة نظر مختلفة؟ مع وصول كوات روسية لدهران مع كمين محكم في اليمن ضد قوة اسرائيلية خاصة مع فتح امريكا لخزين الاسلحة بتاعتها او ترسانة الاسلحة بتاعتها للسعودية كلام كتير تفاصيل مهمة جدا واخبار ممكن تيشوفها بعيد عن بعض يعني حاجات بتحصل في السعودية في ايران في اليمن في اسرائيل انما كلها بتكمل بعض احنا قدام حرب اكليمية بس تفاصيل هتفاجأك لان كل خبر من دول دي تفاصيل مرعبة تفاصيل مهمة جدا استمر عشان اقولها لك واكشفها لك كلها لازم ولك الكصة عملا او قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا انا محترم جدا وهو اتكلمنا قطر مرة على الحرب في السودان وهي حرب اهلية شغالة بقالها اكثر من سنة والحية ان الام المتحدة بتحذر من ان العالم هيواجه اكبر مجاعة ممكن يشهدها من اربعين سنة اما المجاعة اللي هتكون في السودان فهي مجاعة قوية جدا وقصية جدا عشان جدا الراعي اللي معنا النهاردة هو مؤسسة الدقن العربي للزبح وهو راعي اتعملت معايا انا شخصية ومئات من متابعي قناة سامري الدقن العربي بيقدم خدمة للزبح عن بعد للصداقات والعقائق سواء في السودان او تنزانيا يعني تقدر من اي مكان في العالم تشتري زبيحة من خلال الموقع او التطبيق بسعر سبعمائة وخمسين ريال سعود ما يعادل متين دولار امريكي فقط بيتم زبح خروف وتوزيعه على اسر الفقراء اللي بتعاني من المجاعة وعشان تضمن حقك بتستلم فيديوهات الدبح والتوزيع كلال 24 ساعة من الشراء ده من جير ان عندهم ميزة الطلب الشهري التلقائي يعني كل شهر يتدبح خروف ويتوزع باسمك ويوصلك الفيديوهات بتاعته واجمل حاجة عجبتني فيهم ان جزء كبير من ارباح المؤسسة بيتم التبرع بيها لاخواتنا في جزة يعني لما تشتري منهم انت بتساعد اخواتنا في جزة والسودان في نفس الوقت واحب اوضح ان مؤسسة الدقن العربي هي شركة موثقة ومسجلة في السعودية والامارات وعندهم مزارع في السودان وتنزانيا والرياض وحسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم وتشوف الموقع والتطبيق عشان تشتري منهم وانا بشجع بشدة الشراء من خلال مؤسسة الدقن العربي وربنا يتقبل منه ومنكم صالح الاعمال يا رب نخص في الموضوع اللي طول ونخص في الموضوع اللي طول ايه جديد اللي معاهم النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة حضرتك واول مرة هتسمعه فيما يخص الرد الايراني وكمين اليمن ايه اللي بيحصل بزبط الحقيقة يوم واحد تلاتين يوليو لحد النهاردة ايران ما انتقمتش لإسماعيل هناجي وما ردتش على اسرائيل ولحد دلوقتي بيقولوا ان الرئيس الايراني بيحاول يمارس ضغوط على الحرص الصور الايراني ان هو ما يضربش اسرائيل ويدرب اهداف للموساد كارج اسرائيل عشان ما تقومش حرب اكلمية وانا قلت حضرتك المقالة بتاعت انبارح اللي نزلت في فارن بوليسي محدش يعرف قدرة الرئيس الايراني عاملة ازاي هل هو له تأثير على المرشد اللي عاملة في ايران ولا ملوش تأثير الراجل دجر راح اصلا وعنده تسعة ستين سنة ومحدش شاف له مواقف سياسي يعني مش عارفين قدرته عاملة ازاي لا هو ضعيف ولا هو قوي ما تمش اعتباره سابقا بس كده او كده حرص الصور الايراني وعد ان هو يرد وقال ان دماء اسماعيل هنية هيتم الرد عليها وان وعد المرشد الايراني بالرد على اسرائيل هيتم يعني هيتم ماشي كل الكلام ده كويس بس فيه يعني ايران عملت هدد بس فيه الحقيقة كل الصحف النهاردة عملت حلل ومقالات يقول لك والله ايه اسباب ايران نعمة تردش واناك شاف لك الموضوع ده مبارح وقلت لك الاسباب كلها بس النهاردة فيه تفسير تاني ان ايران منشغلة بحاجة تانية خاص وهي ايه وهي ان فيه قوة روسية وصلت لطهران اسمع بقى الجديد عشان تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي فيه قوة روسية وصلت لطهران في العاصمة الايرانية وعدين يتدربوا على سلاح جديد اسمه فاتح تلتمائة وستين ايه بقى فاتح تلتمائة وستين ده فاتح تلتمائة وستين دي سواريخ بالستية بس صغيرة مش كبيرة طيب المنظر بتاع السواريخ بتاعت فاتح تلتمائة وستين ده هتلاقيه قريب كده من سواريخ يعني نفس البطالية اللي بتقف ورا العربية دي او على العربية نقل هتشوفها نفس كده المنظر بتاع سواريخ هو بالضبط اللي بيقوله عليه بيقولك هو او الهندسة العكسية لسواريخ هاي مارس بس النسخة الايرانية بتاعتها ايران هتورد السواريخ دي للجانب الروسي عشان يقدروا يضربوا سواريخ هاي مارس على القوات الاوكرانية فدلوقتي فيه كوة روسية حاليا بتتضرب داخل ايران على استخدام فاتح تلتمية وستين بالمناسبة بس حاجة مهمة جدا ايران بتقول انها صنعت الساروخ ده من اول للاخر بدليل ان هم مسميينه فاتح تلتمية وستين تم التركيز على زيادة دقة الصواريخ والاطمئنان من ادائها في بيئة الحرب الالكترونية كما اننا استخدمنا انظمة الذكاء الاصطناعي في انتاجها انها ليست سوى جزء صغير من الاسلحة الحديثة التي انضمت الى بحرية حرس الثورة وهي اسلحة ايرانية الصنع رغم عقود من العقوبات ومحاولات سد الطريق امام المؤسسة العسكرية الايرانية لمنعها من الوصول الى تقنيات حديثة بس لا تنكر تماما ان الروس كان لهم دخل في تعديل منظمة السواريخ دي ماشي خاصة بعد ما جبت لحضرتك فيديوهات من داخل روسيا ان الروس قدروا ان هم يحصلوا على سواريخ هاي مارس وفككوها وعارفوا مكوناتها كويس جدا والموضوع ده اكيد اكيد وصل لايران بشكل او باخر وايران هتسلم شحنة ضخمة من سواريخ فاتح في 362 ايه مشكلة في الخبر ده وايه علاقته باسرائيل حاجة بسيطة جدا لو ايران هتدي شحنة سواريخ باليستية زي سواريخ هاي مارس النسخة الايرانية لروسيا المقابل يعني ايران هتحصل على ايه هلا هتحصل على الطائرات سخوي 35 ولا هتحصل على منظومات الاس ربعمية ولا اه شحنات اسلحة اخرى وموادات روسية اخرى هي اكيد هتحصل على حاجة في المقابل بس لازم تعرف حاليا امريكا مخرجة روسيا برا مشهد او بتشجل الجيش الروسي بشكل كبير الكوات الاوكرانية النهاردة بتحط ايديها على منصة غاز او قريبة من انها تاخد منصة غاز داخل الاراضي الروسية في تحول رهيب تتكلم الكوات الاوكرانية تخش تاخد منصة غاز روسية داخل الاراضي الروسية ده تحول كبير جدا في الحرب روسيا بقيتش هي الكوة الغازية دي روسية بتدفع عن اراضيها اللي بتتعرض لجزء من قوات اوكرانية عندها نقص فاكيد اكيد الجيش الروسي حاليا حيخرج برا مشهد او حينشغل بالدفاع عن اراضيه ومش هيعرف يورد اسلحة للجانب الايراني بالعكس هيبقى شرح في طلباته من الجانب الايراني ومش هيعرف يرد كدمة قريبا كده او كده يعني ده طبيعي جدا ان في اراضي روسية بيتم اجتياح حاليا بس لازم تعرف ان ايرانيين هياختوا حاجة في المقابل وهم منتظرينها واضح جدا جدا ان الجانب الايراني حتت ان هو عمال يستنفذ الوقت وعمال ان هو يأخر في رده ده معناه حاجتين ياما الجانب الايراني مستني حاجة مستني اسلحة من روسيا ياما الجانب الايراني عاوز ان هو يباغت اسرائيل والقوات الامريكية بهجوم كبير ومفاجئ على القوات الاسرائيلية او على الاراضي الاسرائيلية او اخر سيناريو ان هو يضرب يوم 13-14 اللي هو ذكرى حرق الهيكل او هدم الهيكل في القدس وده هيبقى امر كبير بس الموضوع واضح جدا ان ايران فيها تطورات كتيرة ليه فيها تطورات كتيرة لان طلع النهاردة موقع اسمه او جريدة اسمها بتكشف لك ان المخابرات الامريكية بتقول ان ايران بتاعتبر اسلحة قادرة على اه حمل قنابل نووية او حمل رؤوس نووية طيب ايه الجديد في الموضوع قال لك والله على فكرة اه المقابر بتاعتهوز سيد جون النزب من هنا صحيفي تدعوز احرانوت بتاعتكاملها بس الاتنين بيتكلموا ان ايران المفروض في اه البرنامج النووي بتاعها مش هيكلاتي انها الاول تصنع كمبير النووية وبعدين المرحلة بعد كده تحط الكمبير النووية دي على اسلحة او تنتج اسلحة قادرة على حمل رؤوس نووية ماشي ايران دلوقتي بتعمل عكس هي خصابة الايرانيوم لمستوى عسكري ومصنعتش كمبير النووية ناس ودلوقتي بتعمل اسلحة القادرة على حمل قنابل نووية او رؤوس نووية بدون وجود كمبير النووية او رؤوس نووية هو فيه فراغ دلوقتي بس الواضح ان ايران لو خدت القرار انها تنتج كمبير النووية او رؤوس نووية هيبقى كل حاجة جاهزة ماشي لحد الوقتي المرشد ما خدش القرار بصنع كنبال نووية بس واضح جدا ان فيه تطورات نووية كبيرة كده او كده اسرائيل عمالة تستعد واسرائيل عمالة تعمل مناورات وعملين مناورات ضخمة جدا في فترة الماضية مع القوات الامريكية ازاي دفع عن اسرائيل والطائرات ال F22 وصلت من منطقة وامريكا بتستعد جميل جدا وقلت حرارك ان مبارح قبلس تشوف اسلحة امريكية ما كانتش بتشوفها قبل كده وعدد ضخم من الاسلحة والمعدات تبتدى يوصل للاراضي الابروسية استعدادا لمواجهة مع ايران بشكل او باخر حتى الابارسة سألوا الامريكان وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية الابارسة سألوا الامريكان انتوا ليه جابين المعدات دي كلها قالولهم عشان احتمال يحصل حرب في منطقة الشرق الاوسط بس العمل بيتم بشكل كبير جدا في منطقة الشرق الاوسط على حرب مع ايران او طرب الايران طيب الامر هنا متوقف على حاجة مهمة جدا ان مبارح امريكا ومصر وقطر طلعوا بيان مشترك ان ممكن يحصل مفاوضات تاني والعودة للمفاوضات وطورة المفاوضات وتحصل صفقة لتبادل الاصر ماشي والقرار ده طلع وعاوز اقولك ان البان المشترك اللي طلع من تلات دول قالوا ان يوم الخميس القادم يوم خمستاشر اغسطس هيتم دعوة اسرائيل وحماس ان هما يعودوا مع بعض ويصفوا الخلاف الحقيقة اول ما طلعت الدعوة الامريكية دي اللي هي فرصة الاخيرة للسلام بين اسرائيل وحماس اعوز اقولك ان بسليل سموتريتش وزير المالية الصهيوني تلع لك فيش الكلام ده احنا مش هنعقد صفقة مع حماس ده بسليل سموتريتش يقول انه لم يحن الوقت بتاتا لصفقة خضوع على حد تعبيره توقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس ويقول ايضا ان الوقت لم يحن بتاتا الى فخ يملي فيه الوسطاء على اسرائيل المعادلة ويجبرون اسرائيل على كبول اتفاق يصفه باتفاق خضوع او باتفاق استسلام ايه اللي حصل جديد بسليل سموتريتش دي مش اول مرة يطلع يعلق على صفقة لتبادل رهائن بين اسرائيل وحماس ومش اول مرة يبدي رأيه واي مفاوضات بتحصل بسليل سموتريتش على طول بيقول عليها الجديد ان امريكا طلعت اعترضت على كلام بسليل سموتريتش وقيت على فكرة ده ما يحصلش والمفاوضات لازم تتم وامريكا هتمارس ضغوط مختلفة لاتمان صفقة الرهائن هم قالوا كده طيب هل تتوقع ان طوال عشر طوش امريكا ما مارستش كل انواع الضغط على اسرائيل للوصول لصفقة رهائن وفشلت فايه الجديد ايه الضغوط اللي هتمارسها امريكا جديد يعني انا مش شايف اي ضغوط جديدة امريكا هتمارسها ده بالعكس ده امريكا على فكرة لسه النهاردة اه مدية اسرائيل تلاتة ونص مليار دولار تشتري بيهم اسلحة فايه الضغوط يعني انا مش شايف اي ضغوط ده بالعكس يا جماعة امريكا بتدي اسرائيل اسلحة جديدة والضغط الوحيد اللي انا نشوفه ان امريكا تعرقل صفقة تسليح دلوقتي امريكا بتدي اسلحة الخارجية الامريكية كشفت انها تعتزم تقديم ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار لاسرائيل لانفاقها على شراء اسلحة امريكية وهي جزء من نحو 14 مليار دولار نالت الموافقة في ابريل الماضي طيب ليه انا بقولك كده لان واضح جدا الخطوة اللي بعد كده نتنياهو هيطلع يعرق المفاوضات صح؟ ده اللي حصل بالزرع زي ما حالك هتشوف كده نتنياهو طلب طلبات جديدة يمكن انها تعرق المفاوضات اكتر لان نتنياهو عنده وجهة نظر ان المفاوضات دي ما ينفعش تنجح عشان التواجد الاسرائيلي العسكري في منطقة غزة هيخلي حماس اضعف واضعف واضعف فما فيش اي داعي ان اسرائيل تنسحب من قطع غزة باي شكل زي ما حالك هتشوف طلبات من تنياهو كده نتنياهو الفرصة الاخيرة وكشف المصدر للهيئة مطالبة تعلينها اسرائيل لاول مرة منها السيطرة على محور فلادلفيا وتأكيد على غياب حماس في معبر رفع اضافة الى المطالبة بزيادة عدد الرهائن الاحياء الاسرائيليين الذين سيفرجوا عنهم الى الحد الاقصى كما تطالب اسرائيل حسب المصدر بالاحتفاظ بالحق في اتخاذ القرار بشأن الاسرى المدرجين ضمن الفئة الانسانية وبالحق في طرد الاسرى الفلسطينيين الذين سيفرجوا عنهم في اطار الصفقة خارج القطع طيب هل طلبات نتنياهو دي اه يعني حاجة جديدة اه طب هل طلبات نتنياهو دي اه رضي الصهينة عاز اقولك ان وزير الدفاع طالع علق وقالك ما ينفعش احنا عاوزين صفقة لتبادل رهائن احنا زهقنا من اه اجازة عاز اقولك ان وزير الكاريجية كمثل تقريبا اعضاء الحكومة الاسرائيلية الوسطيين اللي هو مش مع اليمين والطرف رفضين طلبات نتنياهو دي بس هو نتنياهو قال لك هي ده الطلبات الجديدة مش عاوز انسحي من محول في دلفيا مش عاوز اه صفقة لتبادل رهائن حتى لو في صفقة لتبادل رهائن اسرائيل تقول كلمتها مش اللي حماس تطلبه تلاقيه لا ده حتى كمان في ناس حيتم ترحلها مش هتنزل جزة يعني لو يبقى في رهائن عند اسرائيل مش هيتم الافراج عنهم في جزة لا يتهجروا بره يطلعوا بره فكلام كبير وجديد عشان اسرائيل تعرقل الوصول لصفقة رهائن طب ويه المشكلة المشكلة ان اللي عاوزات تلت دول مصر وامريكا وقطر ان هما يشيلوا فتيل الازمة يعني انت لما تعمل صفقة هتبادل رهائن بين اسرائيل وحماس هتعمل سلام في جزة صح؟ ما معناه ان ايران وحزب الله ممكن ان هما مايرضوش بشكل او بقى اخر ممكن ان هما يخفهوا من طربتهم عشان خايفين على السلام بين الاسرائيليين وفلسطينيين ممكن صح؟ طيب لما اسرائيل تقولك مفيش سلام معناه كده ان هي عاوزة حرب اكلامية او نتانياهو عاوزة حرب اكلامية عاوزة كل في الكل حقيقة كده او كده هو يوم 15 اغسطس حيباد يعني هل هيحصل سلام في المنطقة ولا مش هيحصل سلام في المنطقة حيباد بس انا قدام خبر اكثر غرابة ايه خبر الاكثر غرابة انه والله انه والله يوافد ايران في الام منتحدة طلعه قال يا جماعة ما تخفوش ايران لو حترد حترد الطريقة ما تأثرش على السلام بين اسرائيل وحماس او اسرائيل وفلسطينيين خاض ازاي يعني انا معرفش عفكرة حتى المونتر صحيفة طلعت علاقتها الخبر مقالة فارغة يعني مقالة ما تاخدش بنا حاجة يعني ايه ايران حترد الطريقة ما تمسش السلام بين الفلسطينيين والاسرائيلين يعني ايه ما اصل ايران يا ترد يا ما تردش انما تقولي والله اصل ايران حترد الطريقة بتمسش السلام دي هتعملها ازاي هتضرب صواريخ ورق هتضرب لعب نارية يعني ايه اي سالوخ حينزل على اسرائيل اسرائيل حتشوف ان لأ اه ده احنا لازم ما نعملش السلام مع الفلسطينيين اصلاحي سنوار طبع ايران اصل الكلام ده كله هل مسلا ايران تأخر ضربتها لحد ما يحصل سلام بين الفلسطينيين والاسرائيلين حتا لو ما ايران لازم ترد قولت حرارك ان الحرس الساول الايراني طلع وعد انبارح ان كلام المورش اللي اعلى في ايران حولي الانتقام من اسرائيل هيحصل نصلا هما صحيح الامريكان ما عارفوش الوقت امتى وما عارفوش حجم الضرب هيبقى عامل ازاي بس اكيد ما ينفعش بقى اقل من 13 ابريل إلا تبقى منظر ايران زي زي فده امر غريب بس ايران بتقولك والله ده اللي عندنا بس في تحول غريب جدا حصل الساعات الماضية ايه هو الحقيقة ان امريكا طلعت اجازة ان يتم توريد صفقات اسلحة هجومية للسعودية بات رسميا الان في الكونغرس رفع الحضر عن الاسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية بيع الاسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية لكن هذا القرار يعود الى تقريبا شهر مايو يعني نتحدث عن ثلاثة اشهر من الان هتقول لي يعني صفقة اسلحة هجومية للسعودية هي السعودية بتخش صفقات اسلحة هجومية هرجع اقول لك اه السعودية من ساعة ما جيشه بايدن وهو اوقف توريد الاسلحة الهجومية للجنب السعودي والله يقال لك عشان حرب اليمن وان السعودين قصفوا الحوثين اكتر من مرة فامريكا شايفت ان الحوثين بيكسفوا اهداف مدنية فقالت لا احنا مش حنساهم في حاجة زي كده ومنعوا الاسلحة الهجومية وقعدوا كمان يغلطوا في الملك السعود دلوقتي نفس الادارة الامريكية هي بتوافق على توريد اسلحة هجومية وقدت بالفعل يعني شحنة زخيرة جو وارض يعني زخيرة بيتم اطلقها من الطيرات تنزل على الارض يعني تم اجازتها للجنب السعودي الكلام ده طالع انت الكلام ده طالع وفي ايران عايزة ترد على اسرائيل الكلام ده طالع واسلحة هجومية امريكية عملاها تصل لمنطقة الشرق الاوسط وعلى فكرة موضوع ان امريكا بتستعد لضربة ايرانية اصبح موضوع مكتمل زيادة عن بزول يعني الاستعادات الامريكية تحس انها اكبر بكتير من ضربة ايرانية او رد ايراني تأخر ورد ايراني يعني ابتدى يتم التشكيك فيه في حجمه او قدرته على اصابة اسرائيل برغم كده امريكا عملاها تورد موحدات كبيرة جدا عملاها تسلح السعودية وطلع النهاردة قائد امريكي او كولينل امريكي اسمه دوجلس مجريجر دوجلس مجريجر هو قائد اول وحدة دبابات تشارك في حرب العراق وحرب الخليل دوجلس مجريجر هو من الجنرالات المعروفة جدا في الاعلام الامريكي وراجل ده عطول بيتكلم في الاعلام الامريكي دوجلس مجريجر طلع كشف عن امر خطير شوي قالك ايه قالك على فكرة ده فيه قوة اسرائيلية خاصة معاها قوة امريكية حاولت تتسلل للاراضي اليمنية بس الواقع ان ظهر كده الاعمار الصناعية الروسية كانت بترصد الكوات الاسرائيلية خاصة دي الامريكية اللي كانت بتختارك الاراضي اليمنية وابلاغوا الايرانيين اللي بدونهم ابلاغوا الحوثيين فعملوا كمين ضخم للقوات الخاصة دي ومسرات اروايش مجتمع وإن اروايش مجتمع اروايش مجتمع اروايش مجتمع بس اروايش مجتمع 70 70 israelي so-called commandos or special forces special operations force types along with some number of americans the total number is 70 how many were israeli and how many were american mercenaries that were joined in this operation i don't know what the exact breakdown was but it was obviously mostly israeli طيب دايدوا لك على إيه والله دايدوا لك على حق تره أولا إن الروس بدل ما يوردوا سواريخ للحوثيين هم بيوردوا معلومات يعني لو السعودية كانت أوقافة شحنة أسلحة على آخر لحظة كان الروس حيوردوها للحوثيين عشان يتم استخدام سواريخ مضاد للسفن لضرب السفن البحرية الأمريكية فمش معنى كده إن الروس مش بيساعد الحوثيين ورصدوا قوة خاصة إسرائيلية عشان يتم تصفيتها دا أمر طيب حتيجي تقول لي طب هي إسرائيل ليه عاوزة تبعد قوات خاصة على الأراضي اليمنية حرجع أقول لحضرانك إن الأمريكان عالطول كانوا بيشتكوا إن عندهم مشكلة في التجسل على الحوثيين بالذات ما عندهمش رجال على الأرض فهل ممكن القوة الإسرائيلية دي تكون قوات رصد؟ ممكن هل ممكن القوة الإسرائيلية دي تكون قوات لتصفيت إحدى القادة اليمنين؟ ممكن كده أو كده الروس رصدوها وصفوها أو الروس رصدوها قبله الحوثيم يصفوها ماشي؟ بس الخبر ده فيه برضو شك إيه هو أولا تخبر بالك الروس لسه مخترقين من قبل القوات الأوكرانية في حدودهم فهل الروس ما رصدوش القوات الأوكرانية اللي على حدودهم ورصدوا قوات إسرائيلية خاصة على حدود اليمن؟ فده أمر أنا شك فيه بس ده قائد كبير أمريكي ليه حيطلع يقول معلومات فيك أو معلومات زائفة تعني حاجة الرجل ده بيتكلمش جير بو وفاق فده أمر تاني حاجة خد بالك لما أمريكا تسلح السعودية في الوقت ده بالذات هو اعتراف بالخطأ الأمريكي لأن أمريكا ما كانتش عاوز تسلح السعودية قبل كده عشان السعودية بتقصف اليمن حسنا على فكرة السعودية ما كانتش بتقصف اليمن لوحدها كان فيه تحالف عربي كبير بيشارك في قصف الحوثيين فالسعودية لما تعيد تسلح أمريكا دلوقتي ما معناه أن فيه حرب إقليمية ده أولا أو تقترب الحرب السعودية الحوثية تاني أو أن أمريكا بتشعر بخطر في المنطقة على السعودية أو على الأمن السعودي وخلي بالك ده الإدارة أمريكية ما استنتش مثلا أنها تسلم بيطلب لدونالد ترامب وبعد كده دونالد ترامب هو اللي يعيد تسلح السعودية لا قدوا بيسلموا الأسلحة دلوقتي ده حتى ما أعلنوش بشكل رسمي وابتدوا يسلموا لزخيرة للسعودية فده أمر مهم يجب لكوف أمام أنت بتتكلم أن المنطقة ممكن تولع تحركات الأمريكية وتضفق الأسلحة في المنطقة مش فقط للرد الإيراني ده موضوع أكبر من كده بكتير ودي كلها أمور خطرة مش أمور عادية طيب هل أمريكا عاوزوا حرب إقليمية؟ أنا عاوز أقول لك بص هو دلوقتي تحرك الكوات الأوكرانية في روسيا والأمور اللي بتتم في المنطقة قبل حتى الرد الإيراني كلت النفط يعود تاني لـ 80 دولار لبرميل أو قربة 80 دولار لبرميل هتيجي تقول ليه وإيه مشكلة في حاجة زي كده؟ هقول لحضرتك خلي بالك الكوات الأوكرانية لسه لسه ده رابع يوم أو خامس يوم على الأراضي الروسية ومحاديش يعرف كوات الأوكرانية هتظل متماسكة ديه داخل الأراضي الروسية قبل ما تنسحب أو تتعرض لهزيمة كبرى كده أو كده أوكرانية حيتطرده بس المدة اللي حيوعدوها في الأراضي الروسية ديه في واحدة من أكبر عمليات التوغل عبر الحدود منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية القوات الأوكرانية تتوغل داخل مقاطعة كورس جنوبي غربي روسيا الجيش الأوكراني توغل إلى المنطقة الروسية بعربات عسكرية مدرعة في تطور يعد هو الأخطر خلال الحرب المراقبون قالوا أن الهدف الأوكراني من الهجوم هو قفض حدة الهجوم الروسي على أجزاء من منطقة دانيسك شرقي أوكرانيا وفقا لمصادر مختلفة فإن القوات الأوكرانية تمكنت من التقدم داخل الأراضي الروسية بنحو 10 كيلو مترات ودلوقتي الإيرانيين لحد دلوقتي مردوش طب لو الإيرانيين ردوا والروس قدروا أن هم يتردوا القوات الأوكرانية أو حرب كبيرة بين روسيا وأوكرانيا على الأراضي الروسية سعر برميل النفط هيصل لكامل في ظل الانتخابات الأمريكية في ظل أن كامالة هارس اللي هي مرشحة بيت لابياد أو المدعومة من رئيس أمريكي جو بايدن نزل أقصاد دونالد ترامب اللي كل استطلعات الرأي لحد دلوقتي لصالح دونالد ترامب إيه اللي حيحصل مواطن الأمريكي حيصوت إزاي اللي كامالة هارس وسعر برميل حيتخطى فده أمر مهم يجب حسابه بشكل كبير أمريكا مش عاوزة حاليا حرب ومش عاوزة برميل النفط يرتفع بشكل أو بآخر بس برغم كده كل التحركات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط بتدل إن احنا داخلين على حرب إكلامية تشوف الدنيا مش هزاي يا رب كنت شاح تحرك الموضوع بشكل مبصد ويا رب بنصر مصر رب بنصر العرب ورب بنصر فلسطين يا رب تحيا مصر سلام تحيا مصر تحيا مصر يا رب العالمين اشتركوا في القناة